السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وصفات وتدابير اقتصادية كما رأيكم تشوفوا راه الحمان وفكرتكم بالبحر جبت لكم وصفة ليبيني جي شابة هكت وجديها في وقفة لوليداتة كي تقهو بها وصفة خفيفة دريفة وناشحة من اول تجربة شوفوا كيف شرها مخاويين من الداخل تبغي تعمرهم بالقونفيتير بالشوكولة اللي فضله لديك الوصفة هي اللي اكدوا لي على الوصفة هادي هي الوصفة اللي راميحة وصوليها الناجحة 100% انا روح واش ادرنا في الوصفة تعنا اهنا درت جوز كيسان كما هاكا 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 ام واليد تعال حليب الحليب لازم يكون دافي هاكا باش يخمر لك بالخف وتوجديه بالخلخ كما شفتو درزو سكيسان تاع احليب درت سهنا يا سكر درت ثلاث ملاعق تاع سكر بعد ندير ملعقة كبيرة تاع خمارة تاع الخبز ونخلط كما راكم تشوفو هاكا باش يدوبنا هذاك السكر ومن بعدتنا درت حبة بيض البيض الثاني لازم كما هاكا تجرب ديه واحد قبل متلاج عشر دقائق يقول له ودرت كاس تاع شاي تاع زيت ما يعادل تلتم ملاعق تاع زيت هاكا خلط كلش ونبعدها درت لاباني ودرت قرصة ملح لاباني هاكا باش يجي ذاك البينير ريح تشابه وقع ندير واحدة خميرة كيميائية وندير الفارينة الخميرة كيميائية درت هادي الصاشي كما هكا والفارينة نبدأ نخلط سهلا ماهلا بالخفت وجدي ها تخليها معارا الحمى نوقع بالخفت خمل للكم هاد الوصفة تقدري تستغني تاني على البيض تنجمي ما ديش في هاديك حبة البيض لما كانش عندك البيض تقدري تقلع ديك حبة البيض ويجي كل البينين تاعك اخفيف ويجي خاوي من الداخل يجي ما شاء الله كيميات تعليه يتبع يتبع في البحروقه دايما هاد الوصفة تفكرنا بالصيف تفكرنا ولادنا تاني يبغوها بزاف وتفكرهم بالعطلة الصيفية هاكا الزيت الفارينة وبديت النرجن في الاجينة لازم تخلوها طريه وتلسق شوية في اليد كيما هاكا باش يجيكم البينين تاعكم يجيكم مخفيف هنا ننقي قاع يدية من هاكا العجينة كيما هاكا ونغطيها هاكا دايم هاكا 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 الفارينة اللي كانت باقيها وقاع اللازم ولادك تاني انا ما كانتش عندي إلا كان عندك الزبدة كان عندك الدهان في الدار ديري ديك الملعقة صغيرة في العجينة تاعك وعاودي عجنيها وخليها تخمر انا ما كانش عندي الدهان وجا ما شاء الله من بعدتنا درت لها هاكا غطيتها ودرت لها ساشي تاع بلاستيك باش بلخف تخمر لي ونوجدها هنا كانت ثلاثة تاع الحشية كنت درت لقيلولاتا عي شوية ومن بعدا قلت ندير حاجة للقهوات تاع الحشية وجدتها كيما قلت لكم اراه الحمام بلخف تخمر للكم العجينة تاعكم اقسمت العجينة على تنين هاكا باش نخدمها في غردي جيبي الوراق جيبي ديري الفارينة في سطح العمل باش ما تلسق لكش العجينة تاعك وابدي تشكلي فيها انا جبت هذيك القطاعة كيما هاكا اللي غادي نقطع بها لبيني التوعي شوف كيما راكم تشوفو ذو كنحل وما تديروهاش كما نقولو خشينا بزف ومشي رقيقة بزف لبينين اللي لازم يجو شغل ملحمين هاكا باش يجو داما شابين هاكا انحلهم ما نحلهاش ارقيقة بزف كيما راكم تشوفو هادا هو القوام دائما نشوفو نعطيكم اسوتيس كي تحلوا العجينة تاعكم خلوها واحد خمس دقائق ولا وعاد قطعوه باش هذيك العجينة ما تعاودش تولي وكي تقطعوها تبقى لكم الحبة كيما هي كيما كيما قطعتوها بقات ما تتقلص لكمش دائما كي تحلي العجينة تاعك او ما خليها خمس دقائق هاكا ولا زوش دقائق ترتاح عاد قطعها هاكا هاكا نحلها كيما هاكا ومن بعدتنا نقطع بالمول هادا بهذا القطع او لا اي حاجة عندك مدورة بغي تديرهم مكبر بغي تديرهم مصغر بغي تديرهم مصغر نلاقي الاختيار هنا نجيب تاني بلان دي في ورقة الطهي ونقلع الحبات اللي عندي نخليهم تاني يخمروا مشي بزاف واحد عشر دقائق قبل ما درتي الزيت يحمى وخليهم واحد عشر دقائق هذيك هي ما تخليهم شي طاولوا باش ما يفوتوا لك في وقت التخمار خعشر دقائق هذيك هي وتوجر كدين في البلاتاني غطيهم بسربيتا وندري سربيتا ديري لها الفارينة ودري لحبة التوعك انا درت ورقة طاهي كيما هاكا باش من بعدك يترفديهم يجيك اه يجيك اه يجيك ساهلين ما يلسقوا لك شوقع وودي خليهم غطيهم كيما هكا وخليهم غير في المطبخ دوك تلقيهم بلخف خمره وفي هاد المرحلة نزيد نكمل قاعد الحبات اللي عندي وندير الزيت التاعي يحمى هكا باش نشكل الحبات باش نبدأ نقلي دوك نغطيهم دوك تشوفوا معايا نغطيهم كيما هكا وثاني دوك نزيد حبات بفوق الاخران ديلهم شوية فارينة ونكمل حتى اللي نكمل قاعد الحبات اللي عندي بعد اللي كنت كملت درت الزيت يحمى وبديت نقلي فيهم دوك تشوفوا معايا من الشكل التاعهم كيفاش ينتفخوا غيت حطوهم في الزيت ينتفخوا ويجو خاويين من الداخل في نفس الوقت ساني ملاحمين مايجوش يابسين ولا يجو طرايا ما شاء الله دوك تشوفوا معايا هنا نكمل قاعد الحبات اللي عندي دوك نوريكم في المقلق شوفوا ما لس قولي ما والو هادو دوك نديرهم يخمروا هادو دوك نعاود نغطيهم بدرت البلات اللول راني نقلي فيه وهذا البلات الثاني تاني نغطيه ونخليه يرتاح شوفوا غير حطيتهم في الزيت بدأوا ينتفخوا كما راكم تشوفوا شوفوا الصورة راها توضح شوفوا كما قلت لكم بلا ما ترموا عليهم الزيت من الفوق بلا ما والو غير تحطوهم شوفوا كيكون الزيت حامي غير تحطوهم كما هكا شوفوا رامي يولو كما البانو شوفوا ثاني كي تقلوهم تم تم دروهم يقطرهم الزيت وتم تم دروهم السكر بش يلسق فيهم كما نقولوا حنا يلسق فيهم السكر كيكونوا حاميين يلسق فيهم السكر ومن بعدها باش تعمروهم من بعد عمروهم لكم الاختيار تبغوا تعمروهم بكريم باتيت سريتاني تخدموها ودلو لها ندوق الليمون ولا وتخلوها تعمرو بيها لبينيتين وعك تخلوها تبرد وتعمرو بيها ولا ثاني تعمروهم بالشكولة ولا أضعف الإيمان نعمروهم كما تعزمان اللي يتباعوا في اللي كانوا يتباعوا ونعمروهم بالكونفيتير شوفوا أنا درت لهم كاميرا كنتشوفوا السكر شوفوا كرام خاويين من الداخل شوفوا شوفوا كرام خاويين هنا غادي نعمرهم قيع بالمربة وتشوفوهم في سحن التقديم شوفوا أنا نعمر بالكونفيتير هذا هذا تعمر المشماش هاكا نكمل قاع الحبات ونولي لكم هنا مقسوا هكا بالمقس كما هاك شوفوا وتعمروهم كي نصغل بشكولتان يجو بنان ويجو شربين هاكا شوفوا هاكا هادي هي الوصفة الوصفة الصيفية كما نقولوا احنا قاع الولايات الكبار الصغيرة يحوسوا على هاد الوصفة وتقدري تحتمد عليها وتخدميها كمشروع صيفي مش شرط عند البحر مثلا تكون هنا يحدا كجاردان كما نقولوا القهاوي ولا تقدري تخدمي معاهم تاني هاد المشروع وتسترزقي منه تدخلي منه هاكا مصروف شوفوا هنا يدير هاغي السقر كما هكا هنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا هادي الحبة حركتها هادي هي الوصفة التيعنا كانت معاكم وصفات وتدابير اقتصاديا نتمنى الفيديو عجبكم وتجربوا الوصفة هذا هو وقتها وصفة صيفية بمتيات مع السلامة كانت معاكم أختكم وصفات وتدابير اقتصادية ما تنسوني شاهدك الجام والتعليق المحافظ اشتركوا في القناة